أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام فلسلة الرحم فضاء العظيمة فضاء الجمة تعود على صاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة وهي سبب من أسباب دخول الجنة حيث أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتسل الرحم إذن سلة الرحم هي سبب من أسباب دخول الجنة وهي علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر وبين سلة الرحم حيث إن المؤمن الحق لا يقطع رحمه ويكون حريصا على سلته قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وهي سبب من أسباب الزيادة في العمر والبركة في الرزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه إذن سلة الرحم هي صورة من صور طاعة الله سبحانه وتعالى فقد أمر بسلة الرحم كما أنها من المحاسن التي ورد الأمر بها في الدين من المحاسن التي ورد الأمر بها في الدين وهي تدل على على مكان عظيمة سلة الرحم منزلتها عظيمة في الترابط بين الأفراد والمجتمع وتراحمهم وتآلفهم وتعاطفهم وهي علامة من العلامات التي تدل على اجتماع فضاء العديدة في نفس الواصل الذي يصيل رحمه تدل على أن فيه فضاء العظيمة وعديدة ومنها الكرم والوفاء وغيرها من الأوصاف الحميدة وهي سلة الرحم سبب من أسباب انتشار المحبة والألفة والمودة سلة الرحم هي سبب من انتشار هذه الفضائل كالمحبة والألفة والمودة والتراحم بين الأقارب مما يؤدي إلى نقاء القلوب تجاه بعضها البعض وهذا بسبب سلة الرحم وهي سبب من أسباب علو مكانة الواصل الذي يصيل رحمه مع من يحيطون به من أهله ومن غيره من غير أهله من أهله ومن غيرهم هي سبب على علو مكانة الواصل فانسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الواصلين للأرحام آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر